في زيارة لم تتضمن مؤتمرا صحفيا كما هو المعتاد في اللقاءة السياسية كانت زيارة رئيس الحكومة المخترحة فايز السراج مع الرئيس الامريكي ترامب وليفتح المجال لطرح عديد من الأسئلة دون أن تجد جوابا من قبل طرفي اللقاء وإن كان ثمة أمور لا يعلن عنها حتى مع وجود المؤتمر الصحفي في كثير من اللقاءات تصريحات الطاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرياسي أصفت اللقاء بالمثمر بينما تصريحات البيت الأبيض أشارت لتعاون الذي سيكون حول سبل مكافحة الإرهاب والتكيد على ضرورة الحل السياسي بعيدا عن الحلول العسكرية رأى بعض المتابعين أنها إشارة إلى انتهاء دور مجرم الحرب حفتر بينما يرى البعض الآخر أنها تأتي وفق الترتيبات المقبلة التي وضعها المبعوث الأممي وتجهيزه لانتخابات تؤكد المسار السياسي رأاها البعض دعما أمريكيا للمجلس الرياسي لكن دلالة التوقيت تضع التساؤلات هل ثمة مخاوف مرتقبة عجلت بهذا اللقاء مطالبة السراج برفع الحضر العسكري ولو جزئيا بحيث يشمل خفر السواحل والحرس الرئاسي كانت إشارة إلى التعاهد بإنهاء ملف الهجرة غير الشرعية وجاءت الإشارة من قبل السراج للتدخلات التي وصفها بالسلبية لدول تؤجج الصراع وتعرقل الاستقرار داخل ليبيا تتزامن مع ما يثار في مجلس الأمن حول خرقات حضر السلاح من قبل بعض الدول لأحد طرفي الصراع في ليبيا